القص الأمريكي ركب الطائرة يا أخونا الكريم مؤكد يقينا خلاص الآن هو في الطيارة في طريقي إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبعد ساعات قليلة أو ربما غدا سترون ترامب يحتفل بوصول القص وبهذا ربح ترامب أصوات الإنجليين على فكرة هذا الأمر انتصار كبير لدونالد ترامب وبالتالي هذه ليست فقط انتصار شخصي لا هذا انتصار سياسي كبير في وقت يعني باقي شهر على الانتخابات فترامب لن يكسب فقط هذا النصر المعنوي بل لديه أيضا مكاسب في الانتخابات القادمة نعم يساعده كثيرا في كسب أصوات الإنجليين لأنه وعد بإطلاق هذا القص ووفى فليش ما يعطوه أصواتهم فهذا بخصوص القص لكن القص ركب الطائرة وهو الآن في طريقه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسترونه قريبا مع دونالد ترامب في فيديو على تويتر وفيسبوك ويوتيوب وفي الصحف العربية والغربية بكرة تشوفوه